تحدثني بداية عن عدد حضور النواب داخل مجلس النواب هل هو كافا لإكمال النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة؟ نعم أهلا حتى هذه اللحظة لم تعقد الجلسة وحتى هذه اللحظة لنتظر دخول النواب لقاعة عقد الجلسات حتى هذه اللحظة لم يتبين عدد العضاء المتواجدين داخل المجلس لكن بشكل عام يخلو المجلس من العضاء بشكل مكثف كالعادة تعقد الجلسات بحضور 170 نائب أو 180 نائب في أحسن الأحوال لم يتجاوز عدد النواب منذ بداية هذا الفصل التشريعي وإلى اليوم عدد النواب إلى 200 نائب وأكثر هناك بالكاد تعقد الجلسة بتحقيق أو بإكمال النصاب في كل مرة حتى هذه اللحظة هناك اجتماعات داخل المجلس أو داخل اللجنة المالية هناك اجتماعات مستمرة ستبقى هذه الاجتماعات حتى تمام القراءة الثانية والمضي نحو جلسة التصويت التصويت على قانون الموازنة ويرافق ذلك خلافات واعتراضات كثيرة من أغلب الكتل المتواجدة داخل المجلس هذه الخلافات تتوزع ما بين المبلغ الذي رفعته الحكومة 174 تريليون دينار وأيضا هناك خلافات بين أو اعتراضات من نواب الكتل من نواب المحافظات أتحدث عن نواب محافظات الوسط والجنوب وكذلك نواب المحافظات المحررة على المبالغ التي وردت في الموازنة والتخصيصات التي وردت داخل هذه الموازنة أيضا هناك نية لرفع الكثير من البنود والنقاط أو التعديل عليها من قبل اللجنة المالية ومن قبل الكتل تعلمين هنا حتى هذه اللحظة لا يستطيع المجلس أو أعضاء الكتل تمرير الاعتراضات أو المناقشة فقط تمر الموازنة حاليا في مرحلة القراءة ومرحلة المتابعة والتمحيص وبعد تمام القراءة الثانية سيتم تحديد جلسة القراءة الثالثة أو جلسة التصويت على الموازنة وسيتم رفع كل المقترحات من قبل الكتل ومن قبل الكتل السياسية التي لديها ملاحظات واعتراضات ولديها تعديلات سترفع إلى اللجنة المالية وبعد ذلك اللجنة المالية ستقوم برفع هذه المقترحات إلى مجلس النواب إلى هيئة الرئاسة وبعد ذلك سيتم الموافقة إما على التعديلات التي طرأت من قبل اللجنة المالية أو على الموازنة كما وردت من الحكومة لكن بشكل عام هناك إجماع من قبل الكتل السياسية على تخفيض قيمة المبلغ الذي ورده أيضا هناك مطالبات لتقليل بعض نعم هناك دعوات من قبل بعض النواب حول الغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين هل سمعت أي أخبار حول هذا الموضوع؟ بالفعل هناك توجه هناك حديث منذ اليوم الأول الذي تسربت فيه الموازنة قبل أن تصل إلى مجلس النواب هناك حديث من قبل الكتل السياسية على ضرورة الغاء الاستقطاعات وحتى رفع قيمة الدينار مرة أخرى أمام الدولار وارجع السعر إلى الوضع الطبيعي أو إلى 130 ألف دينار في أحسن الأحوال لكن كما تعلمين ردت الحكومة في وقت سابق بأن رفع مثلا يعني نتحدث عن رفع قيمة الدولار على حساب الدينار ردت الحكومة بأن الكتل السياسي على علم بذلك الإجراء وبذلك ننتظر الآن موضوعة الاستقطاعات يتحدث البرلمان وغالبية الكتل على النية التوجه نحو تقليل أو الغاء الاستقطاعات والغاء ضريبة الدخل بالأصل هي مفروضة ضريبة الدخل 3% لكن ستزداد هذه القيمة وأيضا قيمة الاستقطاعات هناك حديث مكثث داخل المجلس برفع أو الغاء الاستقطاعات لكن ننتظر هل سيتم البقاء على هذه الاستقطاعات وبذلك سيتبين أن هناك أيضا اتفاق مسبق ما بين الحكومة وما بين المجلس وهذا طبعا بحسب حديث من قبل اقتصاديين ومتابعين أيضا هناك ترجيحات بالتقليل من قيمة العجز في الموازنة ليس فقط على حساب الاستقطاعات باعتبار أن هذه الاستقطاعات لن توفر سوى تريليونات بسيطة هناك تأمل من قبل مجلس النواب ومن قبل اقتصاديين على الارتفاع الذي طرأ في سعر بيع النفط الخام تعلمين في الموازنة ورد المقترح 42% في الموازنة والآن النفط ارتفعت اسعاره إلى 57 دولار للبرميل الواحد وبذلك سيوفر ما يقارب الـ 15 تريليون وأيضا هذا سيقلل من العجز هناك أيضا اعتراضات على لماذا السعر أو لماذا المبلغ الذي ورد من قبل الحكومة بهذه الصيغة 174 تريليون في حين أن الحكومة أو في الموازنات السابقة لم يصل العدد أو المبلغ إلى هذا الرقم ويتحدث نواب أن الموازنتها عام 2016 و2017 سوية لو جمعة هذه الموازنات ستصل إلى هذا المبلغ نعم جابر كما ذكرت هناك الكثير من الخلافات والاعتراضات بين النواب إذن هل سوف نشهد جلسة مطولة اليوم كما طبعا تحدث بعض النواب عن ذلك بسبب هذه الاختلافات الكثيرة بالفعل ربما ستكون مطولة لكن القراءة الثانية هنا لا يتم فيها الحسم أو تحديد الصيغة نهائية فقط سيتم قراءة ثانية كما قلت لكي بعد القراءة الثانية ستزداد الملاحظات وسترفع الملاحظات وصولا إلى جلسة القراءة الثالثة أو جلسة التصويت على الموازنة وبذلك ستجمع كل الملاحظات لكن أضيف أيضا على مسألة الاعتراضات الجانب الكردي شبه مرتاح لهذه الموازنة لكن يرافق ذلك الارتياح توجس من قبل التحالف الكردستاني من إمكانية تخفيض المبالغ التي سترفض بها الموازنة سترفض بها الاقليم أو التلاعب بالنسبة تعلمين النسبة هي 12.7% وردت في الموازنة لكن يتخوفون من تقليل هذه النسبة أو كما ورد في بعض بنود الموازنة هناك فقرات تخص الجانب الكردي هناك تخصيصات هناك دفع للقروض الخارجية للاقليم وبذلك ازدادت الاعتراضات من قبل نواب محافظات الجنوب والوسط أيضا في هذه اللحظات يتم قرع جرس الإذون بالدخول إلى عقد الجلسة لكن في هذه اللحظة تتوارد الأنباع عن دخول النواب إلى قاعة عقد الجلسات نعم التوجه يعني الأرجح هو مع تعديل القانون وابداء بعض الملاحظات أم هو رفض مشروع الموازنة وأرجعها للحكومة هناك توافق على ضرورة تمرير الموازنة لكن ليس بهذه الصيغة يتحدث الجميع على ضرورة تمرير الموازنة وعدم الدخول بمشاكل أو بدخول بفراغ مالي في كثير من القطاعات يعني تحتاج هذه القطاعات إلى تمرير الموازنة من أجل صرف التخصيصات من أجل فتح الأبواب أيضا أبواب المناقلات في الوزارات لذلك ونالك توجه نيابي إلى تمرير القانون قانون الموازنة العامة لك ليس بهذه الصيغة إنما بعد التعديلات التي ستطرأ أو سترفق ضمن مجموعة الملاحظات والتعديلات إلى اللجنة المالية نعم كنت معنا مراسلنا من داخل مبنى البرلمان جابر جمال شكرا لك اشتركوا في القناة